موسيقى هنتكلم عن مجالات جديدة للسياحة مثلاً سياحة اليخوت السياحة البيئية الفنادق العائمة السياحة العلاجية والطبية ودي فيها سكتر جديد غير موضوع يعني عيون الميا والسياحة بتاعت سيوة والسياحة الرياضية موسيقى موسيقى نعمل تأهيل للعاملين في السياحة نعمل تأهيل من أول سواء التاكسي اللي بيستلم الجسد لحد ما يوصل للفندق فإحنا عايزين فعلاً تعامل إزاي نتعامل مع الجسد إزاي نتعامل مع أساح في الشوارع إحنا ما عندناش لفتات باللغة العربية واللغة الإنجليزية كبين إحنا بنتكلم على مصر بلد سياحية موسيقى زي صدر إن أنا في أمن وأمان داخل الجهة أنا من وجهة نظرة دي من أهم العوامل دي رقم واحد بعد كده بتيجي بعد كده حضرتك زي ما حضرتك تفضلته المطاعم المستوى السائح الكلام إنما الفكرة الأساسية اللي أنا لازم أصدرها للعالم الخارجي إن مصر فيها أمن وأمان إن السائح جاي يعني آمن على روحي موسيقى أنا لما يكون عندي تحول رقمي ويكون عندي جهة وترصدلي أنا مستهدف كم سائح في السنة نوعية السياح اللي أنا مستهدفها عدد الفنادق الخدمات اللي أنا أقدمها كل الحاجات دي هي اللي هتنهت بالسياح موسيقى لا يخفى على الجميع إن السياحة الثقافية هي المحور الأول أو رقم واحد لسائح في مصر يعني معظم السياحين حقيقة وأنا يعني بحتك بالسياح بصفة عملي كمدير من أطحف المصري وبروح الخارج في ندوات وما إلى ذلك طبعا السياحة طبعا معظم السياح بيجوا علشان الأثار المصرية اشتركوا في القناة